سوف نتحدث عن الـ Classless IP Addressing في 1992، أمورات الإيتف كانوا لديهم مؤسسات عن الـ Exponential Growth للإنترنت وطرحوا موضوع عن المتحدث عن الـ Internet Routing Tables وحكيوا عن استنزاف كل الـ 32-bit IPv4 Addresses مع الوقت في 1993، الـ IETF قمت لـ Classless Inter-Domain Routing وهي CEDR CEDR أمّن Efficiency للـ IPv4 و Prefix Aggregation وهي قمت بسيطة الـ Routing Tables مثل ما نرى الآن في الـ Network الـ Routers compatible مع CEDR الـ Address Class is meaningless الـ Network Portion تبع الـ Address هي ترمينة من وراء الـ Network Subnet Mask أيضاً من وراء الـ Network Prefix أو الـ Prefix Langth والذي يوجد في الـ Network هنا هو 0-3 أو 0-1 أو 0-0-0 الـ Network Address لا يوجد من وراء الـ Class of the Address كل شيء عن الـ Subnet Mask هنا سأقوم بعمل الـ Parts صغار و سريعين كل ما يخرجوا فيديو كبير في Part 5 سأتحدث عن CEDR والـ Route Summarization ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر